يأتي من قلة الفقه من أن بعض الناس يأخذون بعض النسوس ويدعون بعضا من أنه يأخذ النص المتشابه ويترك النص المحكم من أنه لا يوفق بين الجزئيات والكليات وبين الفروع والأصول وبين الثابت والمتغير فيأخذ بعض الناس آية في القتال ويترك بقية الآيات الأخرى يظن أن يقاتل الناس جميعا حتى ولكنوا مسالمين له فهذا خطأ وبعضهم اعتمد على آية سموها آية السيف آية السيف ده هي كانت سيفا قطع رقاب مئة واربعين آية أو مئتين آية من القرآن الكريم آية واحدة وتيجي تقول له طيب ربنا بيقول كذا وأنت أقول لك أنا سأخذت آية السيف كذا أنا سأخذت آية إيه آية السيف وجلنا نقول له طيب ما هي آية السيف احتروا في تعينها وأي آية ذكروها لا ندت فيها إنها تقاتل الناس جميعا وإن سلموا المسلمين فأظهر آية في هذه القضية قوله تعالى الآية الخامسة في سورة التوبة فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وددتموهم واخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا آقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن الله فخلوا سبيلهم إن الله غفور الرحيم هذه الآية التي زعموها آية السيف يعني هي بتكلم عن ناس يعني تعدوا الحدود وخرقوا العهود ولم يكن لهم عقيدة ولا نظام ولا قيادة واحتار المسلمون في أمرهم فألغى دياءة آية سورة التوبة يعني براءة من الله ورسوله الذين عطوا المشركين خلاص اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة